اشتركوا في القناة واللي خلافا لما يقال أنه خروج المحتل الفرنسي ما كانش هدية جيبوها لنا على طبق ومجرد المفاوضات اللي هي أنجت هذا الاستقلال عكس ذلك وسنرى معا اليوم شهادات ومعطيات ومعلومات توصلت إليها الهيئة بحكم الأعمال التقصية التي قامت بها بعلاقة بهذه الفترة ستشاهدون أن المعارك دامت أكثر من ثلاثة سنوات خلفت مئات الشهداء خلفت أيضا مفقودين والمهم هو أنه نعرف ماذا جرى خلال هذه الفترة ومن حق التوانسا أنه يعرفوا اللي فما زعماء قادوا هذه المعارك قيادات قادة هذه المعارك نساء ورجال ولم تخرج فرنسا من تونس بالسهولة التي يقال عنها في بعض وسائل الإعلام شاب خروج فرنسا خلافات كبيرة تحولت إلى صراعات ثم إلى حرب أهلية وأنجت شرخ في مجتمعنا اللي إذا كان ما كونش عنا شجاعة بش نشوفوه بكل موضوعية وأنه الحقيقة ما نخافوش منها رانا موضوع الوحدة نسيج المجتمعين تعنا دائما بشتقعد يعني رهينة هذا الشرخ الذي يعني صار في الفترة هذه وعوض أنه نوصلوا يعني انحقوا مصالحة بين الفرقة لم يقع ذلك في الإبان إن شاء الله إن شاء الله اليوم نكون وحنا قادرين بش نحقوا هالمصالحة لكن هالمصالحة هي شريطة مواجهة الحقيقة كما هي وبكل شجاعة وبعيد عن التوظيف السياسي ورواية رسمية لتاريخنا نحب نقول أيضا أنه الهيئة لا تعتبر نفسها مؤرخ الهيئة تضع بين أيديكم بين أيدي الرأي العام بين أيدي التوانسة وخاصة نأمل أن الجامعات التونسية والمؤرخين التوانسة يأخذوا هالمادة الأولية هذية اللي احنا توصلنا لها بش يعودوا كتابة تاريخنا كما هو وفي المصار هذية بش نكونوا قادرين بش نرجعوا اللحمة متع مجتمعنا ونحقوا مصالحة حقيقية وشكرا لنا السماع الذي أشهدت ترجمة نانسي قنقرين ترجمة نانسي قنقرين ترجمة نانسي قنقرين ترجمة نانسي قنقرين